رب المشرقين ورب المغربين كما في هذه الآية مرة يقول رب المشرقي والمغرب مرة يقول رب المشارقي والمغارب فهو يقول أنه كم واحدة الآن هذا المشرق المغرب كم مرة إما مشرق إما مشرقين إما مشارق إما مغرب إما مغربين إما مغارب فهذا ضعفهم شوفوا الجهل هذا هذا الجهل عجيب وغريب كل آية تومئ إلى معنى رب المشرق ورب المغرب هذا المشرق المعروف الذي يلاحظه الإنسان جهة الشرق رب المغرب هم جهة الغرب رب المشرقين ورب المغربين أي مشرق الشمس في الصيف ومشرقها في الشتاء كلنا نحس كلنا نعلم بأنه شروق الشمس في الشتاء من موضع وشروقها في الصيف من موضع آخر بسبب انحراف محور الأرض وتبدل الموضع فيتغير هذه مسألة معروفة كلنا نحس بها وكذلك غروب الشمس بالتبع غروب الشمس أيضا يكون في موضع في الصيف يختلف عن موضعه في الشتاء وهذا ما فسرته روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كذلك وفسرت كذلك أن المقصود برب المشارق والمغارب مشارق الشمس في الأبراج في الأبراج السماوية لأنه ثبت في علم الفلك أن للشمس في كل يوم مشرقا وكذلك لها في كل يوم مغربا على أبراج السماوية وهذا أمر محسوس يعني فغريب أن هذا الرجل حتى ينكر المحسوس ولا يفقه أصلا هذا من بلاغة القرآن أنه وصف مشرقا واحدا تارتان وهو المشرق الإجمالي المعروف جهة المشرق وجهة المغرب مشرقان ومغربان بدلالة تعدد الفصول مشارق ومغارب بدلالة أو بلحاظ الأبراج السماوية ولو كان هذا الرجل يرجع إلى كلام يا إمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لعلم المراد لاحظوا مثلا هذه الرواية التي رواها صاحب الاحتجاج عن علي أمير المؤمنين صلى الله عليه يقول فإن مشرق الشتاء على حدة هذا مشرق الشتاء مشرق الشمس في الشتاء على حدة ومشرق الصيف على حدة أما تعرف ذلك من قرب الشمس وبعدها تحس أنه قرب الشمس وبعد الشمس وأما قوله رب المشارق والمغارب فإن لها ثلاثمائة وستين برجا تطلع كل يوم من برج وتغيب في آخر فلا تعود إليه إلا من قابل يعني في السنة القادمة من ذلك اليوم وهذا معروف شوفوا أيها الإخوة من جملة مكتشفة من معابد الفراعنة أو آثارهم وقبورهم في مصر وهي قضية معروفة أنه هناك قبر أو معبد أو ما أشبه في آخره لوحة تمثل فرعون ذلك الزمان الحاكم الملك الذي في ذلك الزمان رسمة تمثله زين وفي هذا المعبد ثلاثمائة وستون سارية أو عمودا ثلاثمائة وستون عمود وفيه فقط أو له لهذا المعبد أو لهذا المكان أو المقبرة له فقط نافذة واحدة يدخل منها ضوء الشمس طيب الذي يحصل ما هو أنه الشمس يوميا تشرق وتغرب فيدخل الضوء من هذه النافذة يصطدم بتلك العواميد إلى أن يأتي يوم في السنة يوافق يوم ميلاد ذلك الفرعون أو ذلك الملك فتقع فترى أن شعاع الشمس يخترق ما بين هذه العواميد إلى أن ينير وجهه أو الرسمة التي تمثل ذلك الملك أو الفرعون أنه يمر شعاع الشمس بين هذه العواميد الثلاثمائة وستين بعدد أيام السنة إلى أن يقع على وجه ذلك الرسمة ذلك الفرعون كيف حسب المصريون القدماء ذلك؟ لأنهم علموا أن للشمس مشارقة ومغارقة كل يوم تطلع من جهة معينة فحسبوا بحسابات رياضية أنه في هذا اليوم إذا وضعنا نحن العواميد بهذه الهيئة بهذه الكيفية ستحجب نور الشمس عن أن يقع على هذه الرسمة إلا في يوم ميلاده حسبوه بطريقة معينة وصنعوها هكذا ليست معجزة يعني ليس الأمر معجزة فكيف تنكر قوله تعالى رب المشارق والمغارب وتستهزئ أنه تارة يقول رب المشارق والمغارب تارة يقول رب المشرقين والمغربي وتارة يقول رب المشرق والمغرب هذا ليس لك هذا جهل منك بأنه فعلا للشمس ما شهده